موسيقى يعني إيه ستات ما تنزلش الميدان؟ حقهم بلدهم بلدهم ده أصلا يعني الاعتداءات والتحرش الجنسي جزء من اللي هم اللي نزلين الميدان هذه هي رسالة التي تحملها المسيرة من حق المرأة المصرية أن تتوفر لها البيئة المناسبة للقيام بما تريد وأهمه النضال من أجل تحصيل حقوقها وحماية نفسها دون إيذاء بدني أو نفسي فمسيرة الشارع لنا في رأي نساء ورجال كثيرين في مصر هي محصلة معاناة وجدال وحسرة على حلم بعالم أجمل تبخر مع تداعيات ما بعد الثورة بعد أن كان ميدان التحرير في أيامها أشد بقاع مصر أمانا كما وصف لخصت مطالب المسيرة الهيئات الداعية لها ومنها حملات انبثقت لمكافحة الظاهرة مثل مبادرة شفت التحرش وحملة أنا مش حسكت على التحرش والمطالب هي التضامن مع ضحايا التحرش والاعتداء الجماعي التمسك بحق المشاركة في مدال العمل السياسي مواصلة النضال للبناء دولة القانون والمحاسبة تدليل القوى السياسية على قناعتها الكاملة بقضايا تمكين النساء من حقوقهن وخامسا بذل الجهود لاسترداد ميدان الثورة آمنا للجميع وترى هذه الجهات أن المرأة موضوع التحرش هي مجرد أداة لترويع المجتمع وقهره ولتفريغ الميادين من أي قوة معارضة وتطالب هذه الجهات السلطات بتوفير حماية أكبر للمرأة ووضع تشريع يشدد العقوبات ضد مرتكبي التحرش وتستهدف الحملة القضاء على التحرش في أي مكان وزمان لكن القائمين على الحملة يركزون على كون المرأة أصبحت تتهيب بشدة النزول إلى ميدان التحرير والمشاركة في الاحتجاج مما يفعرهم بأن الثورة وكأنها لم تقم